اشتركوا في القناة على اي كاوش على اي كرسي وارتاح وابيك تمزج معي في هذا الفيديو لان مثل ما انت قريت معي في عنوان هذا الفيديو ان هذا الجهاز او هذا المنتج بالرغم من ان احنا نعتبر تونى في نصف سنة 24 لكن انا اقدر اجزم ان هذا الجهاز رح يكون واحد من افضل اجهزة البود مودز لسنة 24 اتوقع اذا انتم كنتم تابعيني بالانستجرام شفتوني انا قاعد اتكلم عن شركة الاسمودس من اول ما شفتها في معرض دبي وبعد ما تكلمت عن هذا الجهاز واستخدمت لفترة ونزلت عنه استوريات كثيرة ليه جهاز منه اللي هو المينيكن بود من شركة الاسمودس اتوقع انتم حين لازم يكونوا على اقل عندكم فكر انكم شفتوا هذا الجهاز بيطل لكم عن شركة اسمودس اسمودس شركة عريقة وقديمة ومعروفة ان هي دائما من الشركات اللي هي تطلع بر الصندوق في صناعة اجهزتها الفيبرشية القدامة لازم يكونوا عارفين المينيكن انا قاعد اتكلم عن القدامة يعني القدامة اللي هما من 2016 2017 2018 لازم يكون عارف شركة الاسمودس وهي فعلا تكون مميزة ومختلفة عن معظم اجهزة الشركات الثانية اختفت صار لها فترة لان حسب علمي ان صاحب الشركة صارت لمشاكل على شركته لكن هذه السنة رجع وحاب انه يرجع بقوة وفعلا انا قاعد اشوف هذه الشغلة لانه وللامانة انا محظوظ ان انا قابلته في معرض دبي بالصدفة انا ما كنت ادري انه اصلا كان موجود شفته بالصدفة شفته عرفتني عرفته وعرفني يعني حتى اخذينا بعض بالاحظان لان احنا احنا كنا نقابل بعض بشكل جدا كبير ايام قبل لما كنا نروح معارض الصين فكان فيه تعاون ما بيننا وعلاقة حلوة لامانة بس بسبب المشاكل صار لنا فترة طويلة ما فيه اي تواصل ما بيننا وما بين بعض فلما وراني الجهاز واتوقع لو كنتم انتم متابعيني في اكاونت الانستغرام شفتوني لأي درجة لما شفت الجهاز فعلا تحمس له مو لانه فقط اسمودوس مو لانه فقط صاحب شركة انا عرفه لا فعلا فعلا انا قاعد اشوف هنا فعلا فيه شي مميز وانتو بنفسكم راح تشوفون هذا الشي ان كان على التصميم ان كان على الحجم ان كان على المواصفات وان كان بعدين راح تسمعون مني على خلاص تجربتي لجهاز الميني كم بود فى يلا اخذلك الحين رشفت قهوة واخذلك سحبة من جهازك وتابع الحين الكلوزب عشان اوريك تفاصيل جهاز الميني كم بود تابع ربيو ويلا شابح خليكم الحين جهزين معاي عشان الحين نتعرف بالتفصيل على جهاز الميني كم بود من شركة اسمودوس بلون الجالكسي ميتل اللي هو يعتبر من الالوان اللي تعتبر من الاسبيشل اديشن او الكولورز اللي هي خاصة بالاسبيشل اديشنز مول الالوان العادية اللي هي تعتبر الالوان السادة هذه هي بالنسبة لي شكل العلبة وطريقة تقديمها الامانة حلوة وتتبطل بهذه الطريقة ونشوف مع بعض بالنسبة للمحتويات في البداية هني يبين معنا دليل الاستخدام وعندنا هني بالنسبة لي العلبة اللي يكون فيها الاكسسوارات وتحتها راح يكون للجهاز ما راح وريكم يا الحين خلوني اخلص لكم من علبة الاكسسوارات هذه بالنسبة لعلبة الاكسسوارات نفتحها مع بعض ونشوف بالنسبة للمحتويات انا من الشغلات اللي اعرفها انه راح يكون فيه كويل اضافي غير اللي يراكب على الجهاز وهذا الكويل راح يكون الصفر فاصلة ثمانية المناسب لاستخدامه لسحبة السيقارة ايه اللي سمعته صحيح ان هذا الجهاز راح يقدم لك نوعين من السحبات ومناسب جدا لاستخدامها ما بين سحبة الشيشة وما بين سحبة السيقارة وهذا الشيء ان شاء الله راح نجربه معاكم ونشوفه هذا بالنسبة حق الكل الاحتياطي وهني عندنا هذا المبسم الخاص لاستخدام سحبة السيقارة لان الجهاز اصلا راكب عليه مبسم خاص لسحبة الشيشة وهذا مبسم ثاني لاستخدامه لسحبة السيقارة حلوة السالفة وبالنهاية عندنا كابل الشحن من فئة التايب سي والحين جا دور نشوف نجم تقييمنا اليوم اللي هو جهاز الميني كمبود بلون الجالكسي متل شوف وياي هذا الجهاز بهذا التصميم بهذا اللون اللي هو اللي يعتبر من الاسبيشل اديشن هذا هو بالنسبة للتصميم الخارج للجهاز والفيبرشي القدامة او المستخدمين اجهزة من شركة الاسمودس من قبل راح يلاحظ ان هذا التصميم اللي هو قاعد يشوفه هو ما زال ما اخذ روح الاجهزة السابقة لشركة الاسمودس من قبل خصوصا هذه المنطقة اللي انت قاعد تشوفها مع التصميم الجانبي نوعا ما ما زال محافظ على روح نوعية هذه الاجهزة بالنسبة للجهاز مثل ما انتوا شوفين معاي هو عبارة عن بطارية داخلية بسعة 2000 ميلي امبير شباب 2000 ميلي امبير على هذا الحجم يعتبر جدا 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 ممتاز لانه لحظة الحجم وايد يعتبر صغير بحكم ان التصميم مو مربع ومو طوالي جامع ما بين الاثنين فصال عندنا الحجم مور كومباكت انه اصغر بزيادة بحيث ان انا اقدر احط لها بطارية اكبر هذا بالنسبة لي الجزء الامامي من الجهاز راح تلاحظ معاي زر التشغيل عندنا الشاشة وعندنا الموجب والسالب وعندنا فتحة الشحن من فئة التايب سي عندنا سالفة شباب على موضوع التانك لاحظوا اياي طبعا هذا هو بالنسبة للتانك لاحظوا اياي ومثل ما قلت لكم ان احنا عندنا هني هذا مبسم خاص لسحبة الشيشة غير المبسم الخاص لسحبة السيجارة هذه شغلة كثير من الشباب لما يشوفون البود مود لازم يسئلوني بوفارس هالجهاز ينفع سحبة السيجارة اليوم اقدر اقول لك اسكت ولا اسمع حسك اي هذا الجهاز جهاز بود مود ينفع لسحبة الشيشة وسحبة السيجارة ومقدم لك مبسمين لهذه التجربتين وايضا كويلين لهذه التجربتين في عندنا هني كويل الصفر فاصلة ثلاثة لسحبة الشيشة وعندنا الصفر فاصلة ثمانية انزين رجعوا مرة ثانية الحين تركيزكم على التانك لاحظوا اياي عندنا هذا المكان اللي هو على اساسة تقدر تشوف مستوى الليكود طبعا بالاضافة لما تلف شوف شنو معاي هني عندنا هذي اللي هو الفتحة الخاصة للتحكم بمستوى التهوية بشكل جدا عملي وجدا بسيط لتغيير مستوى التهوية الي ناسبك ما بين سحبة الشيشة الى سحبة السيجارة حركة جدا حلوة اوكي خلصنا من هالنقطة وخلصنا من نقطة ان هذا المبسم ينشار رح ووريكم بعد شوي الاحين شوف لما انا ارفع هذا التانك طبعا هذا التانك شباب سعته توصل لغاية الستة ملي هذا هو بالنسبة لي شكل التانك وهذا هو بالنسبة لي الجزء السفلي من التانك اللي على اساسها يدخل عندك الكويل زي مفارس هذا من وين يتعبه لاحظوا اياي شايف هذي العلامة هذي عبارة عن بوابة لما ترفعها لفوق تنفتح معاك هذي الفتحة اللي على اساسها هذي يسمونها دقت فالف اللي على اساسها فيها ربرة تنفتح وقت دخول القنينة علشان للتعبية وتتسكر وتسكر معاها البوابة بهذا الشكل طريقة جدا عملية ونوعا ما جديدة ما تحتاج انك تفر او ربرة تفتحها وتسكرها ارفع عبي سكر طريقة مختلفة عن معظم الاجهزة اللي احنا شفناها بالفترات السابقة انا عشان تريع عجبني هذا الجهاز لانه فيه شغلات مميزة او مختلفة عن معظم الاجهزة اللي موجودة حاليا انزين اني الحين على سافة منه على سافة المبسم لاحظوا اياي هذا بالنسبة للمبسم الخاص لسحبة الشيشة بكل بساطة ينشالوا اياك لانه مثبت عن طريق الربرز هذه من نسبة حق الربرات الموجودة مجرد ما شلته عندنا هذه بالنسبة للقاعدة تركب على اساسها المبسم الخاص لسحبة السيجارة في حال اذا كنت بتستخدم الكويل اللي هو 0.8 لإستخدامه على سحبة السيجارة ويكون شكله بالنتيجة النهائية بهذا الشكل طبعا هالجهاز شاب انا ما بيستخدمه انا فقط وريتكم على السريع بالنسبة للمواصفات لكن انا او رادي هذا بحافظ عليه فبخليه على جنب وبوريكم الجهاز اللي انا شخصيا قاعد استخدمه اللي هو باللون السيلفر ريليك اللي هو مثل تحسه كأنه ستانلس سيل مطروق او قديم لاحظ اللون هذا ايضا يعتبر من السبيشل اديشنز وانا صال لي فترة طويلة قاعد استخدمه علشان اشوف اداء الجهاز واداء الكويلات وعمرها عشان يصير هذا الفيديو شامل كل المعلومات اللي انتوا راح تحتاجونها اللي الحين على طريقة تشغيل الجهاز 1 2 3 4 5 مثل معظم الاجهزة 5 طقات ويشتغل معك الجهاز هني عندنا قارة الاوم صور فاصلة ثلاثة وعندنا قارة الفولت وعندنا بالنسبة لي الواط التحكم الواط اللي هو الباور وعلى فكرة شاب الجهاز قدرته توصل لغاية الخمسين واط شوفوا ياه هو الحين على الاربعين بالنسبة لي مستوى الواط اولادي خمسة واربعين اللي هو راح يكون المستوى الاعلى للكويل اللي انت مستخدمه لكن اذا شلت البود راح يوصل معاك لغاية الخمسين في حال اذا استخدمت مثلا صفر فاصل اثنين اذا نزلها مثلا كلها صفر فاصل اثنين ممكن تستخدم معاه لغاية الخمسين واط لكن اذا ركبت الصفر فاصل ثلاثة راح ينزل لغاية الاربعين وماكسموم الخمسة واربعين واط علشان يقولك ان هذا الحد الاعلى لاستخدام الواط المناسب لصفر فاصل ثلاثة وانا شخصيا قاعد استخدمه صالي فترة على الاربعين واط قاعد اشوفها جدا مناسب وكافي عليه بزيادة وبالنسبة لي منيو الجهاز جدا بسيط ما في انظمة تشغيل كثيرة يعني بمجرد ما تضغط الزر ثلاث مرات واحد اثنين ثلاث راح ينقفل معاك فقط التشغيل يعني بمجرد ما تدوس ما راح يشتغل وياك لكن اللي مستغرب منه ان الموجب والسالب راح يظلون شغالين يعني هو المفروض انه ينقفل كل شيء لكن اوه صحيح صعب انه هذه الدقة متندس لكن المفروض انه كل الزرائر تنقفل لكن اوكي هذه هي ميزة اذا انت كنت ما تبي طفي او ثلاث طقات تكفل الجهاز لا اكثر ولا اقل واحد اثنين ثلاث وبشذي ينفتح معاك القفل والميزة الثانية اذا ضغطت الموجب والسالب راح يصفر لك عداد السحبات يعني خلال اخذ لك واحدة شذي شوف معايا العداد بالنسبة حق الواحد اذا ضغطت الموجب والسالب مع بعض يتصفر معاك عداد السحبات فقط ما في اي تعقيد جهاز بسيط جدا عبي وديها حدد مستوى الواط امورك بالسليم شذي انتو عرفت كل مميزات ومواصفات هذا الجهاز تعالوا الحين اقول لكم خلاص تجربتي لهذا الجهاز الرائع لان انا فعلا استمتعت فيه شراكم شابا اللي شفتمه هذا الجهاز ان كان من ناحية التصميم والالوان الخاصة بالسبيشل اديشنز والمواصفات الخاصة في هذا الجهاز الراجع على السريع بطارية 2000 ميلي امبير على هذا الحجم يا شباب واحد عندنا تانكي سعته 6 ميلي على هذا الحجم يا شباب هذا الجهاز يعطيك سحبة الشيشة وسحبة السيجارة وايضا الشركة ما قصرت عطتك نوعه من الكويلات للتجربتين الصور فاصلة الثلاثة ل이석بة الشيشة والصور فاصلة ثمانية لسحبة السيجارة ومع هذا ما لتزم فقط من المبسم الخاص بسحبة الشيشة ويقول لك اتصرف ويا اذا كنت بتستخدم سحبة السيجارة ايضا قدم لك مبسم خاص لاستخدامه على سحبة السيجارة حلو اني بعدين على سحبة التحكم بالتهوية طريقة الامانة عملية حلوة خارجية ما احتاج ان انا مثلا اطلع البود واني اتحكم في سافة التهوية لطريقة جدا حلوة بالاضافة الى سافة التحكم بسافة او متحكم اقصد اللي هي الفتحة الخاصة لتعبية الجوز بطريقة جدا عملية صحيح اني راح اضطر اني اطلع البود وعلى اساس اني اعبي لكن انظل ان الفكرة مميزة على سافة التعبية اوكي وبالنسبة للجهاز قدرته توصل لغاية الخمسين واط وايضا شريحة ذكية اللي هي تقرارك الاوم وعلى اساسها تعطيك الواط المناسب لأوم هذا الكويل اوكي كل هذا حلو كل هذا حلو اني الحين على التجربة شاب وسمعوا وياي واستمتعوا وياي اول شي الحين على سافة الصفر فاصلة ثلاثة الحين بسولف لكم عننا انا الحين وصلت لغاية اربع تعبئات والتعبئة الواحدة قلنا لكم من الخمسة الى الستة اللي عرفت انه هو ستة ملي اربع مرات تعبئة شوفوا معي مستوى التبخير وراح اقول لكم باجي المعلومات مو مقصر وياك على مستوى سحبة الشيشة موريحة سليسة الطيب خاطرك في حال اذا كنت انت تبي تسحب سحبة شيشة على هالنوعية من الاجزاء بهذا الحجم المعلومة الثانية اللي انا تعمت ان انا استخدم الجهاز لفترة طويلة عشان توصل لكم معلومة طبعا شباب اول ثلاث تعبئات وخصوصا اول تعبئتين الفليفر واو من اروع 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 ما يكون الفليفر رائع فعلا جميل يعني انا حتى اخذيت معي هذا الجهاز انا اروح اندي تجمعات احنا بالكويت نسميها الديوانية اللي هو من مكان حق القادرينج ونجمع ما بين الشباب وعندي شباب فيبرتية يجربوه جدا مبسطة وعلي يعني مثل ما تقول عشان لا اكون انا فعلا كأني محايد او اني اصبت اهتمامي لهذا الجهاز خليت اكثر من شخص يجربه وعطاني نفس الامبروشن اللي انا شخصيا قاعد اشوفه انه فعلا ان كان على سحبته وايد استمتع على السحبه وان كان على مستوى الفليفر فكرتي اللي بوصل لك اياها من استخدامي لفترة طويلة التعبئة الرابعة ما احترق الكويل لكن قل معاي مستوى الفليفر لكن ما بعده شغال وانا ارادي قاعد استخدم عليه نكهات دقيلة اللي هي كستر على تباكو على كريمة وامور هذي الطعم موجود لكن قلت اللذة اللي انت تشوفها باول ثلاث تعبئات لكن الكويل ما زال شغال وانا لحين تقريبا قريبا اخلص التعبئة الرابعة وانتو شايفين على اربعين واط والتهوية على الاخر وسحبته طويلة لو تلاحظون اعطيكم مثال ثاني هذه من النقاط اللي عجبتني فيها لكن ايضا النقطة اللي قلت لكم عنها انه بس بالتعبئة الرابعة قل معاي مستوى الفليفر لكن الكويل ما زال شغال انهي الحين على نقطة ان هذا الجهاز يقدم لك سحبة الشيشة وسحبة السيقارة انا الحين ببدل الكويل هذا الكويل ببدله وببدل المبسم وبوريكم مستوى سحبة السيقارة في هذا الجهاز ثواني وراجع لكم شوفوا شواب انا الحين بدلت الكويل حطيت الصفر فاصلة ثمانية وحطيت المبسم الخاص لسحبة الشيشة انا الحين باجرب شغله وياكم ان الجهاز كان اردي على الاربعين واط فبشوف الحين لما احط البود الصفر فاصلة ثمانية يتغير معاي الواط ولا لا شوف بنزل معاي لغاية الخمستعش واط لان اردي قرى الكويل الصفر فاصلة ثمانية فيعطيك الواط المناسب لهذا الكويل انزيل انا ببدل شوية بسكر التهوية على الاخر شوف التهوية هذي التهوية بسكرها على الاخر في مجال بعد اوكي هذي على الاخر حين لا مسكر شي خلنفتحها شوي لغاية الحد اللي يقول لي ستوب اوكي شذية اعطاني ستوب انجرب الحين واسعة شوية خنضيج عليه شوي بعد ضيج عليه بعد شوي زيادة الفليفر الفليفر ضيج عليه بعد هنشوف في مجاله واشوف هو كل ما لوقع يصعد وياي فقا يعطيني تذكير هذي سحبة السيقارة صح ايوه ايوه يا شباب بجرب شغله وياكم ان هذا المبسم مقاس الفايفتن ولا اصغر الفايفتن اللي هو بشوف اذا انا عندي مبسم من مباسم سحبة السيقارة الصغيرة جدا اللي على اساسها ممكن اطقموا ويكون شوي الفتحة ايضا اصغر انا الحين بسويها لايف جدانكم ايوه خلا شوف شينو عندي هنيه مثلا هذا لا واسع شوي هذا اوكي شايفين هذا فبشوف الحين يركب ولا ما يركب على مقاس فايفتن ولا لا هكي اطقموا مو حلو طبعا بني راح وشوف له واحد ثاني بس خنجرب لحظة انا نسيتل ما يشتغل عن طرق السحبة صحي خلنا لعب شويه خلنا لعب شويه عندي هذا تراك فيه هذا خنجرب يا سلام يا سلام نلعب 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 ودام لنا سيلفر نركب عليه سيلفر حلو شيء يلا لو شايفين استورياتي لما كنت بتبيو أول مرة جربتها على سحبة السيجارة للأمانة أنا انصدمت من مستوى الفليفر اللي قعي قدمة لي على هذا الكويل اللي هو 0.8 نفس مستوى الفليفرات اللي انت تشوفونها بال0.8 على الأجهزة اللي انت تعرفونها على البودز على أجهزة البودز نفس مستوى الفليفر لكن هني شنو هني ممكن تعلي شوي على المستوى بحكم انه يعطيك مجال انه توصل لغاية نشوف الحين وياكم يوصل معاك لغاية العشرين واط يوصل معاك لغاية العشرين واط خنجربها الحين على العشرين واط لأ صار وايد حار وايد حار نخليه على السبعة عشر خنضيج بعد شوي زيادة ايوه لأ صار وايد مكتوب ويعطيك مجال بس صار وايد مكتوب ايوه استمتاع يا شباب استمتاع الحين من يقدر نقول انك جهاز بود موت صلنا فترة طويلة تقريبا كان فيه تكرار على جهزة البود موت بالفترة الأخيرة الحين لما اقدم لك هذا الدزاين الحجم المواصفات وسهولة الاستخدام بالإضافة لأنه يعطيك النوعين من السحبات يعني خلقلك شغلة في ناس تدور بود موت لكن تعطيك سحبة سيجارة أو بود موت سحبة سيجارة وفي ناس تيبون بود موت لكن يتمنون إذا يعني يكون تجربة سحبة السيجارة فيها مناسبة لكن ما تكون مناسبة لأنه بحكم ان المبسم يكون وايد كبير مو مناسب أو متوافق مع سحبة السيجارة هنا انا اقدر اقول لك هذا الجهاز قدملك كل شي تحتاجه من جهاز بود موت بطارية داخلية الفين ميلي امبير خمسين واط مبسمين نوعين من الكويلات نوعين من التجارب وفوق هذا كله اداء ممتاز وعلى هذا مستوى الفليفر وايد ارواع اخر معلومة اقول لك اياها بالنسبة لساعة البطارية اتوفي معاك على اربعين واط اتوفي معاك تعبئتين هذا اللي انا صار وياي تعبئتين يعني 12 ملي ستة بستة قول يا اخي 10 ملي او تعبئتين يعني بشكل عام تعبئتين البطارية توفي وياك يعني انت قاعد تكلم عن تقريب ان ما تطلع من البيت لغاية ما ترجع بالليل انت ضامن ان هذا الجهاز راح يوفي وياك مية بالمية على ساعة البطارية شباب انا قاعد استمتع جدا في هذا الجهاز لان فعلا اقول لك جهاز نزل باسلوب مختلف وفعلا يحقق بعض المتطلبات اللي يطلبها اي مستخدم جهاز المينيكم بود قدم لي هذا الشيء ان شاء الله ان شاء الله انا سامع اخبار ان ان شاء الله راح يتوفر بمعظم الاسواق عندنا بالدول العربية وان شاء الله اللي راح تجربوني وتعطوني رايكم وان شاء الله تشكروني علي باذن الله ياطيكم العافية